نروح للتصراحات ما بعد هذه المواجهة ونبدأ من مرس الكرة لمجيء الفني للنادي الآلي 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 قدمنا مباراة عظيمة خصوصا في الشوت الأول اللاعبون نفذوا كل شيء طلبته تحكمنا في مجريات الأمور وعندما أتيحت للمنافس أكثر من كرة خطيرة كنا نحن المتسببين فيها ليس داينا أزمة في مركز رأس الحربة وبرستاو كان مصاب ويجب أن يحصل على فرصة كي يقرأ وعرفت أنه يلعب مهاجم وكان على قدر المسئولية في هذه المواجهة بيضغط وبيتحرك وأدى كل ما عليه في الشوت الأول وقال أنه معجب ببرستاو في هذه المباراة في هذه المباراة ومحتاج يشوفه أكتر وقت ممكن عشان يتأكد أنه هو دخل في مستوى الطبيعي في المباراة القادمة أما بابا فساليو المدير الفني لغز المحل قال كانت مواجهة جيدة وكل فريق كان يريد أن يلعب كرة حلوة استأملنا هدف بشكل مبكر لكن فوافقا يستطيع أن يسجل التعادل وأهضر الفرصة اللي كانت يعني ممكن تغير من سير المباراة وقال كمان أن الأهل يمتلك إمكانيات هائلة لكن فخور بلعبي فريقي حاولنا اللعب على مدار تسعين ديه بنفس الشكل اللي بنقدمه في المباراة السابقة اللي كنت لسا بقول لحضراتكم أنه هو لعب بنفس الأداء اللي بنعبه في مباراة ربما أسهل وأكيد أسهل من مباراة النادي الأهلي نحن نتعلم من مثل هذه المباراة لأنها بقدرات كبيرة والمهم بالنسبة لنا المواجهة القادمة وبشكر الجماهير على دعمها لنا وفخور بلو سنالو في هذه المرحلة من المنافسة على المراكز المتقدمة ديه تصرحات بابا فساليو بعد هذه المواجهة ترجمة نانسي قنقر